ترأس غبطة البطريارك ثيوفيروس الثالث بطريارك المدينة المقدسة وسائر أعمال الأردني وفلسطين مراسم تخريج الفوج الرابع والعشرين من طلبة المدرسة الأرثوذكسية في مدينة الرملة بفلسطين بمشاركة أهالي الخريجين وأبناء الرعية الأرثوذكسية في المدينة وعبر غبطته عن حرص بطرياركية الروم الأرثوذكس المقدسية على تطوير التعليم وفق الاستراتيجية التي اعتمدها المجمع المقدس مبينا أن البطرياركية نجحت في بناء مدارس جديدة وتطوير عدد كبير من المدارس التابعة لها على صعيد آخر أكد غبطة البطريارك ثيوفيروس أن البطرياركية الرومية الأرثوذكسية المقدسية ما تزال متمسكة بعقاراتها وأملاكها بشكل عام وخاصة في باب الخليل وبيت المعظمية في القدس معربا عن سعادته بلقاء هذا العدد الكبير من أبناء الكنيسة الأرثوذكسية في مدينة الرملة لافتا إلى أن أبواب البطرياركية المقدسية مفتوحة دائما لاستقبال أبنائها